المنزل المسكون في الغابة وغامضة تجعلهم يشككون في وجود أشباح حقيقية في المنزل يجب عليهم العمل معاً لمعرفة سر هذا المنزل المسكون والهروب منه بأمان الشخصيات سام الشخصية الرئيسية العمر 12 سنة طفل ذكي ومغامر لديه دور قيادي في المجموعة سام يحب أن يظهر كشخص متفائل وشجاع وعليه تقديم دور البطل الذي يحاول فك رموز الغموض ليا العمر 11 سنة صديقة سام الوفية والمهذبة ليا تكون الصديقة الحميمة التي تشعر بالخوف بسهولة وعلى الشاشة يجب أن تظهر تفاصيل ملامحها الحساسة جاك العمر 13 سنة الصبي الشجاع والمرح الذي يقود المجموعة جاك يحب أن يظهر كشخصية مفعمة بالحيوية والسرور لكنه أيضا يجب أن يمتلك جانبه الجريء سارة العمر 10 سنوات طفلة ذكية ومستقلة سارة هي الشخصية التي تكتشف العديد من الأدلة الحاسمة وتلعب دورا حاسما في حل اللغز المخلوق المخيف كائن مخيف يظهر أحيانا داخل المنزل المسكون الروح المحبوسة روح طفلة محبوسة في المنزل وتلعب دورا مهما في القصة الأحداث المخيفة عندما يبدأ الأطفال في استكشاف المنزل يسمعون أصوات غامضة تأتي من الطابق العلوي يتجهون إلى الطابق العلوي ويجدون بابا مغلقا بإحكام يحاولون فتحه وعندما ينجحون يجدون غرفة مظلمة مليئة بالدم المعلقة من السقف يتحركون ببطء في الغرفة ويشعرون بوجود شيء غريب يحدث انقطاع الكهرباء في المنزل بشكل مفاجئ ويبدأون بالبحث عن مصدر المشكلة يجدون مرآة كبيرة في القاعة تعكس أشياء غريبة وعندما يتأملون في المرآة يرون صورا مرعبة تتلاشى وتظهر تتواصل الأحداث المخيفة حيث تحدث أصوات غامضة وأشياء تتحرك بشكل غير مبرر في المنزل يجدون رسومات غريبة على الحائط تصور الأطفال بشكل دقيق وهم يقومون بأشياء يومية يحل الظلام التام في المنزل ويبدأون بسماع أصوات خطوات مخيفة تقترب منهم تصبح الروح المحبوسة هي المفتاح لحل اللغز والكشف عن سر المنزل في النهاية يجد الأطفال سجن الروح المحبوسة ويكتشفون حقيقة مأساوية عن المنزل وسبب تسكنه الأرواح عندما يدخل سام وليا وجاك وسارة المنزل الغامض في أعماق الغابة يمكن أن يشعر بوجود شيء غير طبيعي سام يهمس هل تشعر يا رفاق ذلك؟ إنه مثل شخص ما يراقبنا لي عصبي نعم هذا المكان يعطيني الزحف جاك واثق لا تقلق إنه مجرد منزل قديم سارة فضولي دعنا نستكشف ونرى ما هي الأسرار التي تحملها مع اقتراب الليل يبدأ الأطفال في سماع أصوات مريبة تأتي من الطابق العلوي للمنزل جاك قلق هل سمعت ذلك؟ جاء من الطابق العلوي لي رعشة أعتقد أننا يجب أن نتحقق من ذلك سام شجاع دعنا نلتزم ببعض البعض يا شباب يكتشف الأطفال مرآة كبيرة في الردها تعكس صورا غريبة ومقلقة سارة تهمس أنظري إلى المرات إنها تظهر لنا الأشياء لي بتوتر هذه الصور غريبة جدا نحن بحاجة لمعرفة ما يحدث جاك مصمما فلنواصل التحرك لكن ابقوا يقضين تبدأ الأشياء في المنزل بالتحرك من تلقاء نفسها ويواجه الأطفال مفاجأة مخيفة سام الظعر هل رأيت ذلك؟ الكرسي تحرك من تلقاء نفسه جاك مذهول هذا المكان مسكون حقيقي ليا عصبي علينا أن نجد طريقة للخروج من هنا يكتشف الأطفال غرفة مخفية في المنزل حيث يجدون روحا محاصرة وهي فتاة صغيرة كانت محبوسة منذ سنوات الفتاة بهدوء ساعدوني من فضلكم لقد كنت هنا لفترة طويلة سارة التعاطف نحن بحاجة إلى تحريرها وكشف أسرار هذا المنزل جاك مصمما معا يمكننا أن نفعل ذلك في مشهد مثير يكتشف الأطفال حقيقة المنزل المسكون والأحداث الغامضة التي اكتشفوها سام مصمما علينا أن نجد الإجابات الفتاة بهدوء حان الوقت لتحررونني وتريحونني ليا شجاعة دعونا نفعل ذلك من أجلها ولأجلنا